مهم جداً إنه حضرتك طبعاً كل طبقات الشعب المفروض في رقابتك ولكن هناك طبقة اللي هي تحافظ على التموين بتاعها تحافظ على سعر الغيف العيش بتاعها تحافظ على علاجها تحافظ على حياتها لأن دول خلاص بقى يعني ده ما عندوش بديل وما يقدرش على اللي بيجرى يعني اللي بيجرى أياً كان السبب اللي بيجرى صعب عليه صعب يعني هو حيعمل إيه يعني هو كل الحكاية إنه بيقولك طيب اسندني لأنه أنا ما عنديش بديل الأسعار ملعة الحياة صعبة كل شيء بيتضاعف كل شيء بيقفز أنا قريدي تخليت عن أشياء كثيرة أنا كنت يعني عايش بيها دلوقتي مش موجودة فهنا هذه الطبقة هي مسئولية الدولة الحكومة وكل القادرين لدعم غير القادرين كلنا حوالينا دوائر هذه الدوائر يجب إننا كلنا نهتم بيها ونقدر إن إحنا نقدم لها شيء يسند في هذه الأزمة التي أعظوناها ستطول دايماً يقولولي إيه بشر يا أخي قلنا أخبار حلوة أخبار حلوة عن ناسيا فيه بعدية كده عن ناسيا هنا في مدينة الإنتاج هتلا أخبار حلوة روح يفتح حناج واسمع ناشط الأخبار الحلوة إنما دي ناشط الأخبار الواقعية أنا عمر بتاع الواقع وحضراتكم جربيني السنتين اللي فاتوا من أول الأزمة الاقتصادية دي وإحنا الآن في عين الأزمة ويجب أن تعلموا أن مصر يجب أن تصنع اقتصادها بنفسها نقطة ما فيش أي حاجة غير إرادتك وقوتك وقدرتك ما فيش حاجة هتيجي من السماء لأنتم تردعباً وفضة وعليك التزامات لازم تعملها ولذلك هنا يأتي دور القطاع المصري الذي تطور تطور كبير في صناعات كثيرة القطاع الخاص المصري ترجمة نانسي قنقر